تخوف في الولايات المتحدة من تزايد ظاهرة العنف وارتفاع حالات الجريمة تشير دراسات أمريكية إلى ارتفاع لافت للجرائم المرتبطة بالكراهية بما يقرب 5% خلال النصف الأول من العام الجاري جرائم مساهمة في تأجيج مشاعرها حدة الخطاب عبر الوسائط المتعددة ووسائل التواصل الاجتماعي وضع دفع بالإدارة الأمريكية للتحذير والدعوة إلى محاربة العنصرية والتطرف خلال قمة عقدها البيت الأبيض بهذا الشأن أكد فيها الرئيس جو بايدن على ضرورة سن قانون يلزم الشركات المعنية بشروط للرقابة وحماية المجتمع من التطرف الخطوة لاقت استجابة سريعة من كبريات شركات التكنولوجيا الأمريكية لمكافحة ما أسمته بالتطرف الإلكتروني فقد أعلنت كل من يوتيوب مايكروسوفت وميتا عزمها على تطوير سياستها لنشر المضامين وأنظمة الرقابة عليها وأفدت شركة يوتيوب التي تمارس أساسا سياسة حضر على مقاطع العنف والتحريض أنها ستجعل من هذه الإجراءات أكثر شمولا لإزالة المحتوى الذي يروج للتصرفات العنيفة حتى لو لم يكن أصحاب المقاطع مرتبطين بمنظمة إرهابية أما شركة مايكروسوفت فتعهدت بتوفير نسخة أساسية وبأسعار معقولة من أنظمة الحماية للمدارس لمساعدتها على رصد العنف ومنعه عبر الحواسيب في حين أعلنت شركة ميتا أنها ستتعاون مع باحثين من مركز دراسات الإرهاب وتطرف ومكافحة الإرهاب التابع لمعهد ميدل بري للدراسات الدولية وتكلف عمليات مراقبة وحضر المضامين المشور عبر الوسائط ملايين الدولارات من أجل تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة